ألا يسأل إذا كنت تصلي خلف الإمام والإمام ما يسكت لأقرأ الفاتحة نقول استمع لقراءة الإمام ويكفي الحمد لله إذا ما حصل تقرأها في سكتات الإمام إنها تسقط عنك وتكفي قراءة الإمام تستمع لها قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه الآية نزلت في الصلاة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله فإذا كان الإمام يجهر ولم يترك لك فرصة لقراءة الفاتحة استمع له ويكفي هذا والحمد لله